أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويمشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجعلون ما عليها صعيداً جرزاً أم حسبت أن صحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً فغربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ثم أبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى أحصى لما لبثوا أمداً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتقذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً أمداً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولولو جئنا بمثله مدداً قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملاً صالحاً وَلَا يُشْرِكْ مِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَلْحَدًا